اشتركوا في القناة العلامات تقودوا الى المعرفة تقودوا الى الاتعاظ الاعتبار استنباط والاستنتاج السليم وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها قد ما تتنوع الآيات شفتوا فرعون نوعت له الآيات ولا ما نوعت مش فرعون كان متكبر مو أبا واستكبر هاي مريض فرعون وفرعون بيطلع بسيط بالنسبة للموجودين اليوم على العروش اللي اصلا هم لم تختارهم الشعوب والوقاحة انه هو على العرش واذا بدك تسأله بأي حق بأي حق بحق اني متغلب عليكم وبالجيوش وهيني اه هيك متكبر متكبر وكأنها الشعوب يعني لما بتختار واحد يقودها من عجل انه استعبدها الحق لمين هو واللي بدافع عنهما دول الحق لمين هو لشعوب لا لأفراد هاي والأسر بأي حق فهون ايه اللي مهم واني يروا كلها يشوف اذا الله هذا قانونه فبتستغربوا انتو هذول بتتعذوش ليش هذول بتتعذوش ليش ليش هم مستغرقين في المعاصي ليش مستغرقين في الظلم ليش مستعدين يقتلوا شعوب بدون تهيئة اهتزم شعوبهم بدون ما يهتزلهم رمش وبينعمو قال يعني ما بيقلقوش انهم قتل ولا بيقلقوا انهم لصوص ولا بيقلقوا انهم مجرمين طيب وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني ما بتقدهم مش الآية ايه لا طب آيات الله مبثوثة في الكون كثير والله بابكم الملاحظة مع كل الآيات المبثوثة في الكون يش بقول لك يثبت لي وجود الخالق شو شو وانت لما يعني اذنك بتزعجك وين بتروح بقول لك على طبيب الاذن قداش دراس هذا طبيب الاذن حتى يفهم الموضوع ولما ب برضو عيونك بتغبش شو بتعمل انت بروح طبيب قداش دراس هذا طبيب الاذن و شو نقول يعني كل هذا هي العظماء والنظام المبثوث في الكون وبعده بقول لك يثبت لي هو مش قضية يثبت لي هذا الخلل خلل في داخله ولذلك فعلا من خلال تجربتنا كثير منهم اللي كان ملاحدة في يوم الأيام وكبروا في السن في الأخير تواضعوا خلاص ودخلوا المساجد الغالبية العظمى منهم كثير منهم